تتجه الميليشيات في العراق بخطى حثيثة نحو الانهيار لم يكن سليماني ولا أبو مهد المهندس يتوقعان أن ما بنوه على مدى أعوام سريع التآكل فاقد للبوصلة بهذه السرعة خصوصاً إنغاب الراعي خمسة أشهر على مصرع قاسم سليماني وأبو مهد المهندس كانت كافية لينفلت لجام القطيع الذي كان يديرانه صراعات هنا واتهامات هناك حتى بدأ نفوذ الميليشيات يتآكل بحسب مجلة فورين بوليس الأمريكية تحدثت المجلة بتحليل يرصد خسائر إيران في العراق وتراجع نفوذها فتستشهد المجلة بالصراع بين فصائل ميليشيا الحشد الذي انتهى بإعلان ما يسمى حشد المرجعية انفصاله عن ميليشيا الحشد والتحاقه برئاسة الحكومة مثل هذه الخطوة لم تكن لتتم لو كان سليماني موجوداً تركز المجلة على ميليشيا حزب الله إحدى أوثق الميليشيات علاقة بإيران فهي تعد نفسها ذراعاً شبه رسمية للحرس الثوري كما تسيطر على مساحات شاسعة لا يسمح لأحد بدخولها حتى المسؤولون الحكوميون كما الحال مع جرف الصخر في محافظة بابل أبو مهدي المهندس كان المحرك لهذه الميليشيا والمشرف عليها ولهذا السبب كان لمقتله الأثر الأكبر على الميليشيا التي تتمتع بهرمية غامضة وقيادات مجهولة لكن تراجع النفوذ الإيراني لا يعني انتهاءه فالمجلة أشارت بأن الخطر الحالي لميليشيا حزب الله بتحولها إلى جهة ذات سلطة ونفوذ غير قابل للسيطرة عليها خاصة بعد غياب المهندس عن قيادتها وهي تتشارك بهذه الخطورة مع ميليشيات أخرى مثل ميليشيات العصائب وبدر فوضى كبيرة وانعدام لمفهوم الدولة يعيشه العراق منذ سبعة عشر عاما انتهت بإحكام الميليشيات سيطرتها على البلاد واقع مزر ينتظر من ثورة تشرين تغييرها